أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف ذلك بما يسهم في تنمياتها وتعظيم الاستفادة منها مشيرا إلى أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شراكات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول مؤكدا أن هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية كذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الأوقاف أسامة الأزهري الذي أشار إلى أن دور الوزارة هو تقديم الدعم والتحفيز لهذه المؤسسة الاقتصادية ومساعدة مجلس الإدارة على تحصيل أموال الهيئة والعمل على استثمارها بما يعود بالنفع لافتا إلى أنه تم حصر عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة وذلك للبدء في استثمارها وتحقيق المزيد من العوائد